بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين لقد نبغت أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في وراثة العلم النبوي الشريف روت لنا أمنا السيدة عائشة الكثير وعلمت الكثير عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة إنه شهد لها أهل العلم بذلك زي ما قال الإمام الذهبي هو بيحكي وبيصف كمل روته أمنا السيدة عائشة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الإمام الذهبي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه وعبارة الإمام الذهبي بتوضح إنه هي لم تتوقف عند رواية العلم فقط وإنما هي تعدد ذلك لأنها فهمت وفتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفصرت وبيّنت ولها في تفسير القرآن كثير ولها في بيان معاني الحديث النبوي الشريف الكثير والكثير فعلم السيدة عائشة مش بس نقل الرواية ونقل أنها تحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كذلك تشرح وتفهم وتبين والإمام الزهري قال لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل من كثرة ما هي كانت يعني شديدة في هذا المجال في تلقي وراسة علم وراسة أو هذا العلم النبوي الشريف وكذلك في تعليم هذا العلم المبارك فقط كانت رضي الله عنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق كانت أمنا السيدة عائشة مدرسة كبيرة تخرج فيها الكثيرون من أهل العلم اللي تميزوا واشتهروا فيه بعد كده لأن تلامزة أمنا السيدة عائشة لم يقفوا عند حد نقل العلم فقط إنما نبغوا كذلك كأستاذتهم نبغ كتير من تلامذة أمنا السيدة عائشة وأصبحوا بدورهم يعني قبلة مهمة لطلاب العلم في كل مكان يعني يضربوا الناس كما قيل يضربوا الناس إليهم أكباد الإبلي ابتغاء ما تعلموه ورسوء من علم عائشة رضي الله تعالى عنها وأصبحوا بذلك هم أوعية حافظة لهذا العلم العظيم الذي يتعلموه من أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا السيدة عائشة ليها طلبة علم في الطبقة الأولى لما نقولك الطبقة الأولى الطبقة التانية والطبقة التالتة الطبقة الأولى طبقة الصحابة الكرام والطبقات بعد كده بقى الصحابة وبعد كده من كبار الصحابة وصغار الصحابة إلى بعد كده الطبقة التانية من صغار الصحابة وبعد كده التابعين وهكده تابع التابعين الطبقات اللي عاصرتها أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وذهبوا إليها لتلقي العلوم ومعرفة الحديث النبوي الشريف وفهم آيات في القرآن الكريم وكثير أخذوه عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها اليوم إحنا هنذكر بالقليل من هؤلاء الرواه المكسرين عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه طبعا هي ليها تلمزة كتير جدا إحنا هنجيب نموذج أو اتنين أو تلاتة من الذين كانوا أكثر رواية لعلمها أكثر من غيره اللي لازموها ورووا عنها كتير أكثر من غيرهم وإن يعني تشعب أو كسر عدد طلاب العلم لأخذوا هذا العلم من أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه بتصدر القائمة من أسرة سيدة عائشة عروى ابن الزبير هو عروى ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي وهو الحقيقة في دقة رواية الحديث ثقة في علمه كان فقيها نابغا هو من مشاهير الطبقة التانية لأن مولده كان في أوائل خلافة سيدنا عمر الفاروق وهو أكثر رواية يعني أكثر واحد راوي أخذ عن خالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هو يبقى ابن ستنا أسماء وتبقى خالته ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها إحنا لما بنذكر بالتلامذة اللي أكثروا في الأخذ من الرواية عن أمنا السيدة عائشة بنثبت أن هذا العلم النبوي الشريف الوحي الثاني كان له طلاب علم في زمن النبو وتلقوه عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أئمة ذلك من أزواج النبي عيسى وآله وسلم أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وباقي زوجات النبي الكرام لكن تتصدر القائمة في زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن تتصدر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية الحديث وفي تعليم الحديث النبوي الشريف فلما يأتي النهار دا مدعي ينفي ذلك هو يكذب برسول الله عليه الصلاة والسلام وينفي وجود السنة النبوية المطهرة الوحي الثاني وده شيء المقصد منه هو نفي وجود القرآن نفسه والتجذيب كلية بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أرسل به من عند ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من التلامزة المكسرين أيضا قبل ما ننتقل على التلميذ الثاني من تلامزة السيدة عائشة اللي كان مكسر جدا في رواية الحديث سيدنا برضو عروة ابن الزبير كان الإمام الزهري بيقول إنه كان بحر لا ينزف يعني حاجة بحر عظيم ملوش قرار وعلمه كان علم شديد جدا ده عشان صحبته لأمنا السيدة عائشة كان شديد الملازمة لخالته يا عائشة كان مشهور سيدنا عروة بكثرة السؤال يسألها كتير جدا مما كان ده بيثير غبط الطلاب العلم من كثرة دخوله بما أنها خلته فبيدخل عليها كتير جدا فأصبح هو ليهم مرجع مهم جدا في تلقي العلوم والمعارف من أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى من المكسرين في رواية الحديث عن أمنا السيدة عائشة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين القاسم هو أحد الفقهاء بالمدينة معروف وهو ثقة في رواية الحديث وفي العلم وهو من كبار الطبقة الثالثة هو مات حوالي تقريبا 106 تقريبا على الصحيح 106 هجرية هو قتل أبوه قتل أبو القاسم اللي هو محمد قتل سنة 38 هجرية في مصر لما قدم أميرا وبقي القاسم بعد كده يتيم كان واخداء من السيدة عائشة فأصبح يتيما في حجرية ربته وقبت بتربية أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه فالملازمة دي كانت مهمة لأنه سيدنا القاسم أخذ من أمنا السيدة عائشة فكان يلازمها مع ما عرف به القاسم من أنه كان نبيه جدا زكي جدا حفيظ جدا حفظه شديد جدا وهو كان مشتهر بدام وهو حديث السن وهو مدال صغير وده يصر له الاستيعاب أو الإلمان بكل ما كانت تسمعه آذانه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الشروح اللي كان بيتعلمها من عمته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأنه عنده إدراك لكل ما كان يحفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تربى في حجرها وتلقى وشاف الفتاوى بتاعت أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وتبحرها في العلم وتنوع وغزارة العلوم والمعارف عند أمنا السيدة عائشة وهو في حجرها تربيه وكانت تعلم الأمة وهو يسمع هذا العلم فتلقى عنها الكثير رضي الله تعالى عنهم أجمعين أيضا من المكسرين في الرواية عن أمنا السيدة عائشة الأسود ابن يزيد النخعي الكوفي هو الحقيقة صفة في رواية الحديث كما وصفه العلماء أنه كان ثقة في رواية الحديث وكان بيطلق عليه العابد وكان هو من الطبقة الثانية وروأ الأسود عن أم المؤمنين السيدة عائشة الحقيقة مجموعة من الأحاديث المهمة وإحنا بنتكلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة لا يفوتنا نحن نشير إلى النساء مين من النساء اللي كانوا مكسرات في رواية الحديث عشان نعرف أنه مدرسة النبوة أخرجت للعالمين مجموعة من أهل العلم رجالا ونساء في بيئة كانت بتوئد البنات هذه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية وكانت أيضا في حجر السيدة عائشة وهي تابعية ثقة معروفة بأنها يشوف العلماء يقول لك ثقة ثبت حجة وهي امرأة شوف وصف العلماء ليها من دقة تلقيها وحفظها وفهمها عن أم المؤمنين السيدة عائشة وعن غيرها والحقيقة أنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اهتم كثيرا بالمرأة اهتماما شديدا وده من أهل بيته أولا إلى الاهتمام بالنساء جميعا في المجتمع النبوي الشريف مما أخرج لنا هؤلاء العالمات الفضليات ها هو ابن حبان يقول عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها كانت من أعلى من ناسي بحديث عائشة وذكر ابن سعد أنها كانت شوف الكلمة عالمة وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزب أن يكتب له أحاديث عمرة اللي روته عمرة هو عايزه سيدنا عمر بن عبد العزيز من شدة حفظها ودقة تلقيها وفهمها لما كانت ترويه رضي الله تعالى عنها وده معناه أن الحركة العلمية في إثبات حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن كما يدعون في القرن الثاني والثالث الهجري إنما ابتدأت منذ زمن النبوة الشريف زي ما أشرنا في الحلقات اللي قبل كده وإحنا بناخد قدر الطاقة تباعا بس لإفهام الناس أن أساس هذه المدرسة العظيمة في علم الحديث كانت الأساس بتاعها منذ زمن النبوة الشريف ستين عمرة تلميذة ستين عائشة شهد لها الإمام الزهري بقوله يعني وبيشهد يعني أنه أتى عمرة فوجدتها بحرا يعني وجدها بحر في العلم ولها الحقيقة باقة من الأحاديث اللي روتها عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هي بحر في العلوم والمعارف وعلمت تلميذ ولها طلاب علم كسر أعطتهم ما تلقته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون هذا العلم الشريف عن سيدنا رسول الله عيسى والسلام والتلقي ده مش هيضيع كده سدى إنما يأتي رجالا ونساء حفاظا طلابا للعلم يقومون بتلقيه وجودة تلقيه وحسن فهمه وجميل تعليمه للطلبة وحرص إنه الجيل ده بيسلم الجيل اللي بعده وكل طبقة تسلم الطبقة التي تليها ما ورثته من علوم النبوة أو من علوم النبي الكريم وهذا العلم الشريف الذي تلقوه بمنتهى الاكتهاد والجد والحرص على التزام بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا شفنا ده في تعامل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كانوا بيتلقوا الحديث النبوي الشريف وإزاي دقة أخذ الحديث للتأكد أن هذا الكلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال هذا العرض البسيط أنا بس حب أؤكد هو عرض بسيط في حق أكبر المحدثات عبر العصور ستنا وأمنا أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها العرض ده يعني اختصرت قدر الطاقة عشان بس نوصل وندرك الجهود الكبيرة اللي هي أدمتها للأمة الإسلامية لأنها كانت وما زالت رضي الله عنها قدوة كبيرة للنساء والرجال في العلم والتعلم والتعليم والفقه والزهد وسائر أعمال المعروف رضي الله تعالى عنها ونثبت بذلك أن وجود السنة النبوية المطهرة بأنها كانت موجودة وأنها محفوظة من منذ عصر النبوة وحفاظ الصحابة الكرام حافظوا عليها من جهة الطلق ومن جهة الحبز ومن جهة الفه وها هي محدثة بيت النبوة رضي الله تعالى عنها ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها تنقل للعالمين عن طريق طلابها ما تعلمته من وراسة العلم النبوي الشريف ومن أنكر ذلك فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصدق الله العظيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم